السلام عليكم ورحمة الله درسي اليوم التربية الإسلامية للصف الثاني المتوسط اليوم عندي حل مناقشة أصحاب البستان صفحة 106 طبعا هاي قصة رجل صالح خلينا نحل المناقشة ونشوف ملخص القصة أهم ما يرشد إليه القصة هذا النحفظ النقاط السبعة المناقشة أولا كيف تكون أعمالنا مرهونة بيد الله وبمشيئتي تكلم عن ذلك السؤال الأول هنا إن الأعمال مرهونة بمشيئة الله تعالى فيجب علينا إذا قررنا عملا ألا نجزم بفعله من دون أن نقرنه بمشيئة الله تعالى فنقول إن شاء الله وإن تكون جميع أعمالنا نحو الخير يعني سؤال الأول النقطة الثالثة من أهم ما يرشد إليه القصة ثانيا ماذا قرر أصحاب البستان وماذا كانت إرادة الله ناقش ذلك ناقش ذلك السؤال الثاني هنا فلينفق أن لا نعطي الفقراء شيئا لحد هذه والتكملة نقول إذا أرسل على بستانهم يعني نقول هوش قائل قائل لماذا كانت إرادة الله أرسل الله سبحانه وتعالى على بستانهم في الليل وهم نيام نارا أحرقت البستان فلم يبقى شيئا منه يعني سؤال الثاني هذا والتكملة مالت لحد هذه سؤال الثالث يقول لماذا ظن أصحاب البستان إنهم ظلوا الطريق إليه سؤال الثالث ياته فالأمس كان البستان عامرا بالخيرات والثمار واليوم لا شيء سواء الرماد ولما تأكدوا من إنهم لم يظلوا طريقهم السؤال الرابع لماذا كانوا يتخفون من الفقراء سؤال الرابع وانا سؤال الرابع وهم يتخفون من الفقراء حتى لا يعطيهم شيئا مما يرزقهم الله لكن الله تعالى عاد له وقد ابتلاءهم جزاء بخلهم ومنعهم للفقراء وبالتوفيق يا ربي